شفتوا الراجل يبقى عند كلمته قلت افضل واقف الهتة دي دلت واقف الهتة دي وما اتأخرتش عليكم ما عملتش اي حاجة غير ان انا فرمت شوية النعناع دول النعناع اخضر علشان هستخدموا الصوت الزبادي دلوقتي احنا هنقلب بقى الكوفة على وشها التاني الله على اللون الجميل يا رب كده يكون الكاميرا الصوت معنا تفرجنا على الشيء الجميل اللي انا شايفه ده عشان نمتع نظرنا ايه رأيكم بقى بالزمة مش حاجة تشجع اي حد يقوم يسمي الله كده ويشمر ويخش المطبخ ويتكر على الله ايه رأيكم في حاجة بالزمة احلى من كده نجدد كده في وصفاتنا نجدد في حياتنا هنعملي دلوقتي بقى نحضر صوت الزبادي انا كان عندي حلقة اهي انا عارف ان انا عندي حلقة اهو هعملي بقى دلوقتي انا هفتح النار وعندي اربع كبيات زبادي لايت هجيل الشوكا وهربوهم كده وقلت لحضراتكم مرارا واتك روران فيه نوع من الزبادي فيه منه لايت ده فيه انزيمات خاصة لتسهيل الهضم وتسريع الهضم وبيرايح القولون وحاجات كده لو لقيتوه بهايل لان نبقى ايه بنضرب عصفرين بحجر بدل ما ناكل الاكل وبعدين ناكل بعده الزبادي ده عشان رايح قولونه ونزبط الهضم لا نبقى هو دخلت الاكل وفي نفس الوقت ايه اشتغل على المعدة فتبقى الدنيا تماما فانا جدت النوع ده وعلى فكرة جماعة اكلوا زبادي كل يوم انا عايز اكل الخميرة اللي في الزبادي دي مهمة جدا 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 بجد بصحتنا ونصحة اولادنا وعاودوا اولادنا يأكلوا زبادي كل يوم بجد ده غيره مقيمة بروتينية قلبة الزبادي اللي تبقى تقريبا 110 جرام او 105 جرام فيها اربعة جرام بروتين احنا محتاجين ده جدا هنعمل ده دلوقتي انا دربت الزبادي هنزله على النار كده نزل عملتش هنوطي بقى وهقولكوا ليه نوطي لان الزبادي ده انا مش عاوزه يغلي لانه لو غلى هيسرت يسرت ده يعني هيفك من بعضه ويبقى فيه مياه وتبقى حاجات مش لطيفة ابدا فاللي يحصل دلوقتي ان انا هخط شوية النعناع الاخضر للفرامتون في الفصل كده اهوم وهحط بقية النعناع الجاف اللي كان فضل معايا يبقى انا عندي نعناع جاف ونعناع اخضر اهوم وهحط شوية ملح اهوم وهحط شوية فلفل كده والسلام عليكم ورحمة الله كده خلص الايه الصوف وهو هقلب كويس لو عندكم فلفل ابيض انا انتو عارفين ارجح ان الحاجات اللي ههم ابيض احطوا على فلفل ابيض بس هنا كده كده النعناع الجاف هينزل يعمل فتفيت سودة في الزبادي فيعني مش قضية فتفيت النعناع الجاف والفلفل فنفس الوقت هعمل كده انا عاوزه زي ما بقول لحضراتكم يسخن بس مش عاوزه يغلي لو غلي هيسرت واللي مش فاهم يعني ايه يسرت يسرت يعني هيفسل الزبادي بقى مية وبتاع وقلق بقى احنا مش محتاجينه كده الكفتة كمام وانا هنا مواطي النار خلاص الطبق بتاعي كده اوشك على الانتهاء اقمن بس كده على الكفتة اشوف الظروفها ايه طبعا طول ما احنا مواطيين النار اه هايل احنا في الامان اقدر اعلي سن عشان انجز نفسي بس ده لو انا هبقى واقف مش واقف خليني في الامان اواطي اهو زي ما حضراتكم شايفين كده نتأكد كده ان الزيت بيطول كل حتة في الكفتة اذا ما بقول لها حالكم كده ايه ناخد ونبدي مع الاكلة بتاعي اثناء وبرضو زي ما قلت لحضراتكم كل ما هنرفع السمك بتاع اقراس الكفتة اللي احنا عاملينها كل ما هيكون السوى اسهل واسرع وده هدف من اهداف برنامجنا ان الاكل يكون اسرع مش عايزين الناس تقضي حياتها في المطبخ لما تخلقناش عشان نقضي حاتنا في المطبخ وقفنا في المطبخ ده وسيلة عشان ناكل عشان نعيش عشان نشوف احنا ورانا ايه بعد كده صح؟ بس ما فيش منع ان احنا برضو نستمتع بالاكل في نفس الوقت يعني متبقاش الحكاية وسيلة للبقاء على قيد الحياة بس يعني نستمتع برض فلو عاوزين كمان ترفع قفتة عن كده يعني عاوزين تبقوا اسرع في تسوية الصدور بتاعة الديكورومي او السداخ اي ان كان هتستخدمه ايه عاوزين ترفعو يعني لو عاوزين تبقوا اسرع هنرفع القراش عن كده بص انا بعمل ايه؟ عاوز السائل اللي في الفاصة ده يطول كل الجوانب كلها لازم اتعامل كده مع الاكل بتاعي اخد ودي مع الاكل بتاعي خلاص الزبادي بتاعي اهو انا عشان ايه؟ قرب حسيت انه هيغلي انا مش عاوز بيحصل خالص فاللي هعمله دلوقت ان انا هاخد بقى الكفتة بتاعتي كده وانزل بيها على الزبادي زي ما حضراتكم شايفيني اهو وفيه اوبشن تاني لو عاوزين تحط الكفتة في السرفيس وترشوا عليها الزبادي انا ما عنديش مانع برضه بس انا احب كده ان هي الكفتة بتشرب من الزبادي لانها تشرب هي طالما طالعا من النار سخنة كده هتنزل تشرب من الزبادي قفلنا النار بتاعتنا ما احنا شايفين كده بالوقت في عندنا بقى ايه لازم بقى نحلي بعد الاكلة المحترمة الجميلة دي فالنهاردة انا باقترف على حدراتكم الهوت شوكولت او مشروب الشوكولاتة السخنة بنروح ندفع فيه اد كده في اي كافيه وعلى فكرة الشوكولاتة السخنة هو مش موضوع انه بيعملونا شوية كاكاو هذا الكاكاو ده عبارة عن مسحوق هم بيجيبوا الكاكاو الخام الشجر الكاكاو اللي بتعاني منه الشوكولاتة بيطحنوه وبعدين يتخلط عليه بقى حاجات كتير يتخلط عليه زب الكاكاو حاجات دهون فوضر برضو وسكر بودرة ومشعب ايه بودرة ويمكن يضعوا نسبة لبن يتحط عليه حاجات كتير جدا ده ما نشوف الكاكاو انا مش بقول انه وحش بس انت مش بتشرب بيور شوكولاتة انما اللي هنعمله دلوقتي احنا هنشرب بحقيقي بيور شوكولاتة احنا هنحط كله على بعضه هنا وبعدين هنتنقل للنار انا موضت كده على الكفتة نشوف كده اخبار بس انا كده خلاص هقفل بس مش عايز اكتر من كده وسيب الكفتة بقى تقوم في الزبادي عشان لو غليت هيحصل اللي احنا ايه مش عاوزين ويحصل بس كده اهو تمام هحط معلقتين كبار او 3 معالق كبار كاكاو خام الخام ده هتلاقو عند العطارين وبعض السوبر ماركت ستلاقو انواع مستوردة هولندي يمكن او حاجة في الماني والعطارين بيسموه كاكاو المر والناس اللي بيعو خامات الحلويات سيبقوا عارفين كلمة كاكاو خام وبرضه بيسموه كاكاو المر ده عبارة عن كاكاو وليس متضاف عليه اي حاجة عشان الناس اللي بتحب تعمل دايت الناس اللي بتحب تحافظ على صحتها اخيفين من الدهون الكلام ده كله انا زيكوا بالضبط انا لا يمكن اخد حاجة متخلطة على البقى انا مش عارف فيها ايه انا اجيبه وخلط بنفسي عشان انا قادرة ايه اللي يفيدني و ايه اللي هيدريني فيه حاجة مهمة جدا للامانة لازم تتحط على صنف الكفتة مع لقتين كبار نشا كان ممكن يتحطوا والمفروض الحقيقة ان هم يتحطوا قبل ما اعمل قبل ما نزل الكفتة في الزبادي بس انا طبعا عشان صباقي مع الزمن وعشان مشغول بالحاجات اللي انا عاوز اقولها لكم كلها فنسيت فالله يحصل ان انا هنزل النشا كده وهقلب بس الزبادي لسه سخت وانا برضه مش عايز الزبادي يغلي عشان ما يفصلش كده نقلب جدا بس انتم بحطوا النشا على الزبادي الاول بحطوا وهو لسه الزبادي بارد وهو لسه النازل الحل تمام كده بتاعوا نقلب الكفتة علشان ما يبقاش فيها عليها اي نشا نازل ولا حاجة اهو تمام ارجع بقى الشوكولاتة بتاعتي انا حطيت ثلاث معالق شوكولاتة خام كبيرة واحط اتنين معلقة كريم شانتي فاودر كريم شانتي موجود في كل حتة كده تمام واحط معلقة كبيرة سكر بني لو ما فيش حطوا معلقتين سكر من العادي كده كده وهحط فاودر البندق كده شوية بندق مفرومين حلوين كده وهحط ما مقداره ربع معلقة فانيليا الشاي كده ما تكتروش شانسانيليا لو كترت بتمرر كده احنا حطينا كل الحاجات على بعض هيتبقى بس ان انا افتح برضو النار احط الكلام ده واصب عليه كبيتين لبن خالي الدسم كده وفي الدقيقة اللي فاضلة هقولكو ازاي نزين الصنف بتاعنا التاني الحلو اللي احنا بنعمله اللي هو مشروب الشوكولاتة الساخنة انا هجيب هقلب بس ده كويس وفي الكبة او في البلندر هقلب كده مضرب السيليكوم باقي كده افضل انا خلاص مزاجت المكونات اهو ابدأ باقي ايه ده هيدوب معايا كل حاجة وامان جدا على الحل اللي انا اشغال فيها مش اي مشكلة اقدر كمان اجيب الحاجات في الجناب ده عشان هنا بصوب بما تتلكعش تنزل معايا في الكوباية ولو عاوزين تعمله ده في حاجة زي اللبانة كده او حاجة ليها بوز عشان احنا بنصوب بيبقى اسهل الصب عشان الكوبايات ما يجيش عليها سائل كده من بره او حاجة يبقى لطيف تمام كده الحاجة كلها دارت انا مستنيها بس تغلي واللي هيحصل دلوقتي بقى ايه طريقة التزيين اللب اختاريحها لحضراتكم في الكابة كده هروح حاطط معلقتين كريم شانتي باودر كده كده اهو كده كده وليل خالس ونجد رم وانا شايف اهو الحاجه غليت الشوكولاته اهو مش محتاجين اكتر من كده وبكده تكون الوصفة بتاعتنا اكتملت انا كل اللي هعمله بس عشان وقت حضراتكم وقت البرنامج خلاص ازف ان انا اهو شايفين غلي حاطفي دلوقتي مش محتاجين من ينفور دلوقتي حالا هتشوفوا معانا اللطباق بتاعتنا او الطبق بتاعنا ومشروب بتاعنا في شكلهم النهائي هيبقى عامل ازداد ودي الوصفات بتاعتنا في شكلها النهائي الصنف الرئيسي بتاعنا النهاردة صدور الديك الرومي بالزبادي والنعناع والهوت شوكولت مشروب الهوت شوكولت وزي انتو زي ما قلت لحضراتكم بالكريمة اللي انا ضربتها الكريم شانتي مع اللبن وحطيت شوية شوكولاتة مبشورة على الوش وبالنسبة للصنف الرئيسي صدور الرومي بالزبادي والنعناع للامانة المطلقة انا مش بس حطيت اوراق نعناع اخضر للتنزين انا كمان حطيت توم مفروم وعاوز اقول لكم لو عاوزين تحطوا التوم ده في الزبادي زي النشا كده يعني تحطوه مع النشا والزبادي في الاول هو كده كده الزبادي مش هيغلي فالتوم مش هيستوي يعني هو هيبقى شبه نايف لو عاوزين تعملوا كده وبعدين تنزلوا كفتة تمام لو عاوزين تحطوه ساعة التأزين كده هو توم هيفضل في كل الاحوال صحيح طازة يعني اتمنى الوصفات تعجبكم واشوفكم ان شاء الله على الف خير وسعادة في لقاء اخر واربع اهداف جديدة لوصفاتنا واكل اصح الاز اوفر اسرع سلام اشتركوا في القناة